أخ سامح يعني في الجزئية الأخيرة من هذه الحلقة دائما نسمع استلاحات وإذا نستغل فترة وجودك تتوضحها دائما نسمع كلمة البر المحسوب وفي البر المعمول إلى آخر إذا ممكن توضح لنا الفكرة طيب أقول مثال أنا اللي قلته سابقا تخرجت من كلية الطب عايزة أفتح عيادة ما عنديش مصاري أنا فقير رحت جبت قرض من البنك جبت 10 ألف دولار 50 ألف دولار 50 ألف دولار وفتحت عيادة كلينك رائع جدا وبعد أسبوع واحد من المنفسين حرج للعيادة فبيجيت مديون بـ 50 ألف دولار أنت جيت رحت للبنك ومعك أ سكل معك 100 ألف دولار 200 ألف دولار مليون دولار رحت للبنك عملت إيه؟ دفعت دين سددت ديوني 50 ألف دولار بس وضعت لي رصيد في البنك نصف مليون دولار فأصبح أصبحت مش مديون أصبحت عميل مهم جدا ده أنا عندي نصف مليون دولار ده النصف مليون دولار دول ده شغلي أنا ولا شغلك أنت يا جسيس؟ مين اللي تعب؟ أنت اتحطه في حساب مين؟ اتحطه في حسابي أنا فده اسمه البر المحسوب إيه التطبيق الروحي؟ أنا ارتكبت خطايا كتير رب يسوع سدد كل ديوني خطاياي وضع بر رصيد مين اللي صنع البر ده؟ هو بقي في إين هي رصيد؟ في رصيدي أنا فده اسمه البر المحسوب الذي وضعه الله في حسابي أو بالأولى أنا حسبت باراً قدام الله في الواقع أنا فعلياً مش باراً قدام الله أنا فعلياً أخطأت أنا مزنب لكن أصبحت فعلياً محسوب باراً قدام الله فبما أني خدت رصيد ضخم جداً نصف مليون دولار رحت فتحت كلينك من تاني وبدأت أشتغل يا جسيس وأربح وأعيش والنصف مليون دولار دول بيجيو 600 ألف بيجيو 700 ألف بيجيو 700 ألف أنا بديت أصنع أنا بر هنا اسمه البر المعمول يبقى فيه شيء اسمه البر المحسوب وفيه شيء اسمه البر المعمول البر المحسوب في المثال أيوة أنت وضعت لأجلي نصف مليون دولار أنت لتعبت بس بيجي رصيدي أنا البر المعمول أنا بديت أنجح في حياتي العملية استثمر في اللي عندك واستثمر فأصبح رصيدي يزيد بالمعاني الروحية في كلمة الله الله وضع لنا برا محسوبا في حساباتنا فأصبحنا أبرار قدام الله وهنا البر المحسوب ده أنا زي حضرتك زي رسول بوليس زي رسول بطرس زي إبراهيم زي رحاب وده اللي يقول له رسول بطرس في الرسالة الثانية صح واحد إلى جميع الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا ففي البر المحسوب كلنا زي بعض وعشان كده أصبحنا أبرار قدام الله لكن في البر المعمول إبراهيم صنع برا معمولا مهول لوت بر المعمول ضعيف جدا اللي اتنين تبرروا بالإيمان إبراهيم تبرر بالإيمان لوت تبرر بالإيمان بس إبراهيم صنع حياة بر عملي مهولة لوت حياة البر العملي بتاعته ضعيفة جدا جدا البر العملي مكافآت داخل السماء ده دوره إن سنكافأ في السماء بمكافآت سواء إكليل البر أو إكليل الحياة أو إكليل المجد أو المكافآت العينية الأخرى بحسب البر المعمول لكن كلنا دخلين السماء بسبب البر المحسوب بما صنعه بما صنعه لأجلنا دي نعمة اشتركوا في القناة